ترجمة نانسي قنقر والبرامج التي تسهم في الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية ومنتسبها وشهدت هذه الزيارة حضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر والتقى سمو الشيخ خالد بن حمد خلال الزيارة برئيس نادي المحرق معالي الشيخ أحمد بن علي الخليفة ورئيس نادي الحالة سعادة السيد هشام عبد العزيز العوضي وعدد من أعضاء الناديين وثمن سموه الجهود الكبيرة التي يبذلها الناديين من خلال إقامة الفعاليات واحتضان الشباب من مختلف الأعمار في الفرق الرياضية والمشاركة في المسابقات المحلية وتمثيل مملكة البحرين في مختلف البطولات مشيدا سموه بالإنجازات التي حققها الناديين حتى سموه على مواصلة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الألعاب والرياضيين على الشكل الذي يصهم في استمرار الجهود في دعم الديمومة التنموية بالقطاع الرياضي واستمع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى إيجاز من رئيس نادي المحرق ورئيس نادي الحالة حول الخطط المستقبلية التي يسعى الناديين لتنفيذها لضمان استمرار الجهود ولضمان المشاركة الحقيقية في بناء وتقدم القطاع الرياضي وقال سموه سعداء بزيارتنا لناديين المحرق والحالة فالمحرق بعرقته وأصالته وتاريخه المبتد منذ عام 1928 وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها في مختلف الألعاب الرياضية قد ساهب مو بشكل واضح في بناء نهضة الرياضة البحرينية ونشيد بالعطاء الكبير لنادي الحالة وما قدمه للرياضة من أجيال ساهمت في خدمة تطوير الحركة الرياضية مقدرا سموه دور الجميع في النهوض بالقطاع الرياضي بالمملكة ومشيرا سموه إلى أن الأندية شريك رئيسي في تنمية وتطوير هذا القطاع متطلعا سموه لمواصلة دعمه ومساندته للأندية بهدف الارتقاء بعملها الإداري والرياضي من جهاتهما قدم رئيس نادي المحرق ورئيس نادي الحالة الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد مؤكدين أن زيارة سموه تعكس حرص واهتمام سموه على دعم الجهود بهدف مواصلة البناء والتطوير في القطاع الرياضي لإحراز مزيد من النجاحات معاهدين سموه للمضي قدما نحو مواصلة العطاء لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة البحرينية شرفنا اليوم بزيارة سمو الشيخ خالد إلى نادي المحرق وإلى الأخوان اللي كانوا معاه والله يطول عمره حطنا في الصورة للتوجهات الجديدة اللي ناويين يقومون بها لتسهيل عمل الأندية وتطرق الله يسلم لمسألة الصعوبات اللي يواجهها نادي المحرق فالحمد لله كانت يعني مقابلة ناجحة وإن شاء الله نتأمل خير وتحقق هال النقاط اللي تكلمنا فيها ولا شك أنه إذا تحققت راح تصير الأندية محل جد للإداريين واللاعبين وإحنا نتمنى إن شاء الله أنه الله يوفق سمو الشيخ خالد لتحقيق هذه التطلعات والأهداف اللي لا شك أنه يتصب في مصلحة مملكة البحرين للرياضة وإلى قطاع كبير من قطاع الشباب واللي هو مهم لقيام كل دول العالم قطاع الشباب قطاع مهم والحمد لله التوجه في مملكة البحرين بالاهتمام به والدليل على ذلك وجود سمو الشيخ خالد على رأس هذا القطاع فأنا تأمل خير أن هناك تغييرات كبيرة راح تصير وإن شاء الله نحن في نادي المحرك جاهزين أننا نتعاون لتحقيق هذه الأهداف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر